بنظرتنا للدراسات المخصصة للوضع في الملكة العربية السعودية لنجد دراسات حديثة توضح مدى مستوى أم المعلومات ومدى الحاجة هل الجانب التدريب هو الأهم أم جانب التوعية الأهم الجهات الحكومية فعلا ماذا تريد؟ هل تريد الجانب ألف أو باء أو جيم وعلى ذلك سوف نقوم بدراسة بعد العيد بدراسة لمسح مستوى أمن المعلومات في الجهات الحكومية بعض الجهات الخاصة لمعرفة حالة أمن المعلومات ونقطة ثانية لمعرفة احتياجاتهم وعلى هذه الدراسة سوف نبني خططنا المستقبلية لتكون مشاريعنا البحثية أو التدريبية أو الاستشارات مخصصة وموجهة لحاجات الجهات تلك نحن منذ فترة طويلة وهذا التوجه موجود على مستوى البلد بشكل عام توجه إلى نظام الحكومة الأكترونية موجود هذا وفي كثير من الوزارات تعمل على بدر هذه الحقيقة البدرة وتتولى رعايتها ونشرها بشكل لكن الآن أفهم من كلامك تقول خالد أن هناك مشكلة في الدراسات يعني ليس هناك لينجي الدراسات الآن جاهزة مثلا تحدد الاحتياجات وتوفر يعني الرؤية التي ممكن أنطلق منها صاحب المشروع أو صاحب يعني الدراسة الأكاديمية أو التنفيذي أو التطبيقي ما في رسالة بفر لما نتكلم عن تقلية المعلومات وأمن المعلومات هي عملية متغيرة بشكل سريع فنبحث عن دراسة حديثة نستطيع من خلالها تقديم الأفضل الدراسة مثلا اللي لها مثلا سنة أو سنتين لن تعطيك ليست مثل الدراسة الحديثة لأن كثير من الجهات الحكومية أو بعض الجهات من الحكومية بدأت في مجال أمن المعلومات بمراحل متقدمة البعض الآخر متأخر وبعض الآخر في مراحل متوسطة فلا بد أن تكون دراسة حديثة قدر الإمكان لكي تكون المخرجات بشكل أفضل إذن نحن في بدايات المشروع إلى الآن وكون عمره أيضا أشهر هذا يعني حقيقة يخلينا نستخدم الصين يعني السوفة طبعا وضع عامل معلومات في الملكة بشكل عام يعني كان فهمت من كلامك أنه هناك إلى الآن الحاجة إلى مزيد من نعم لأني أستشهد بدراستين لشركات عالمية الدراسة الأولى لشركة كاسبيروسكي وهي متخصصة في مضادات الفيروسات الدراسة أظهرت أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عالميا في مستوى الهجمات الموجهة لها الدراسة الثانية لشكل مايكروسوفت بيّنت أن المملكة تحتل المركز السادس عالميا في عدد الفيروسات المتواجدة فيها أنا في رأيي وفي قراءتي أن المملكة يعني أن القراءتين تلك كانت يعني انذار حذر من العاشرة والسادسة نعم ومن شركتين مختلفتين أنا أتوقع أن هذه اندارات لابد أن نتعامل معها بشكل جدي لتقليل منها بشكل كبير فهذه الدراسات متواجدة فيما يخص المملكة الدراسات الأخرى لم أطلع على دراسات جديدة هذه الدراسات في 2008 يعني إلى نهاية 2008 قدمت هذه الدراسات يعني ممكن خلال هذه الفترة القصيرة تكون لك مستجدات بشكل كبير طيب بالنسبة حديث عن الفيروسات يعني أنت قلت من حيث عدد الفيروسات هل هناك حصائية بعدد الفيروسات؟ تقتل من شركة لشركة من وقت لآخر لكن في بعض الدراسات الحديثة وصل عدد الفيروسات إلى مليون ستمائة فيروس طبعا فيها من الخامل والفعال والمنتشر والكامل أنواع مختلفة للجهزة المحمول للجهزة الجوال للخوادم كثيرة ومنتشرة ومختلفة للأنواع يعني أي هذه الأنواع أكثر تواجد في في بعض الدراسات بيّنت أنواع الفيروسات الموجهة للمملكة أو المتواجدة بكثرة للمملكة طبعا الأسباب لماذا تلك أنواع بالذات لم يذكروا السبب محدد لكن الفيروسات نحن نعيش في قرية صغيرة أو غرفة صغيرة أي فيروس ينتشر يصلنا بسرعة فائقة جدا اللي يزيد العملية تعقيدا إذا كانت أجهزة الخوادم أو الأجهزة الشخصية للناس خاصة المشتركة بالـ DSL والسرعات العالية ليس لديها أي جانب من جوانب الحماية فقد تكون تلك الحواسيب منصات إطلاق للهجمات تصبح عكسية نعم هي تستغل المهاجم لن يهاجم جهازك لكي يخربه وإنما كي يستغله لهجمات أخرى وهذا حصلت في بعض الحوادث العالمية حيث مثلا تستهدف دولة محددة من قبل دولة مختلفة لكن المصدر لم يكن الدولة مختلفة هذه وإنما دول مختلفة جدا عدد كبير من الدول تضيع بين القبائل يعني ثقافة الآن المستخدم نفسه يعني ممكن تتحول إلى مشكلة يعني نعم ولهذا صار عندنا العدد كثير نعم في الفيروسات والتشراه يعني سبب ضعف يعني إتقان المستخدم لهذا الجهاز نتج عنه مدلا كثرة هذه الفيروسات نعم أو التوية الضعيفة لقد يكون بعض من الناس لديهم مضاد الفيروسات وهو موقن أن الجهاز محمي لكن لم يعلم أن مضاد الفيروسات هذا بعد ثلاثين يوم أو تسعين يوم انتهت صلاحيته فتوقف فقل التوعية قد تهدر يعني يبقى مرة واحدة ويتوقع أنه أنه سيستمر يحمي هذا الجهاز مدى العمر يعني نعم لكنه بحاجة إلى أن طبعا هذه قضية وعي الآن نعم لأنه ليس طبعا من يعني يستخدم هذه الحواسيب لا يمكن يعني أن يكونوا متخصوصين يعني صحيح فقل لا يولمون بثقافة هذا الجهاز وبالتالي هم ممكن يتحولوا إلى لعب نعم صحيح كيف يمكننا أن نواجه هذا الخطر يعني إذا صح التعليق؟ هي منظومة من الحلول لا بد من توفيرها قد يكون توعية بالمحاضرات توعية بالمطبوعات توعية بكم فعلنا في قصص قصيرة توعية بخير زيارة المدارس والجهات وابع سياسات محددة تقديم البرامج المجانية التي تخفف على المستخدم شراء البرامج ذات التكلفة تقديم طريقة تحميل تلك البرامج أو طريقة الحماية بلغة عربية مفهومة لدى الناس كثير من المقالات والبرامج والملفات الفيديو والصوتية كلها أكثرها باللغة الإنجليزية في السبب على المستخدم العادي فهمها وتطبيقها صحيح وهذا ما نطمح في المركز هذا واحد من هدافكم في المركز؟ نعم اللي هو قضية استهداف اللغة المفهومة لعامة الناس؟ نعم نحن نؤمن بشكل كبير أن استخدام اللغة استخدام الثقافة المحلية تساعد في الوصول لتقديم معلومة يستفاد منها ولدينا بعض المشاريع التي تمت وليس في حرف الصين نعم وبعضها ما زال في حرف الصين لكن لدينا وممكن لكن الإشكالية دكتور خالد أحيانا في اللغة ليس في حين تكون في المصطلح نفسه يعني في مفهومة مفردة نفسها صحيحة تكتبها بالحرف العربي لكن أيضا هي غريبة على المثلقة الكثير في كتيبات الحاسبات المرافقة لها وفي البروشورات وفي بعض النشرة التي توزع في مراكز التدريب الخاصة والأهلية يعني ما زالت اللغة فعلا عائقة صحيح وهذا لدينا مشروع الآن في اللمسات الأخيرة وهو ترجمة مفردات أمن المعلومات جميل ترجمة مفردات أمن المعلومات في كتاب وسوف ينشرها كذلك على الموقع الورد مننا هو توحيد الترجمة وهذا مهم جدا وكذلك تقديم الترجمة الدقيقة لتلك المفردات لكي يستخدمها المستخدم العربي بشكل كبير جميل لو أردنا أن نتحدث عن الإنجازاتكم في الفترة القصيرة التي مرت يعني وإلى الحمد أنجزنا في غضون الفترة القصيرة هذه بعض من الإنجازات التي أذكر منها على الجانب المجال البحثي نشرنا أكثر من 23 بحث علمي محكم في مجلات ومؤتمرات عالمية دعمنا أكثر من 14 مشروع بحثي لباحثين في مجلات أمن المعلومات كذلك دعم مالي مالي؟ نعم شيد هي بحوث مدعومة مالية من قبل المركز لتقديم الدراسات متخصصة في مجال أمن المعلومات كذلك أقمنا ورشتي عمل متخصصة بحثية في مجال أمن المعلومات وكذلك سوف يكون هناك ورشة